فنبدأ من بعض الإجراءات التي شغلت الناس ومنا موضوع توقيف الصرفين وصولا إلى نقيب هؤلاء الصرفين في لبنان هل من شأن هذه الإجراءات أن تهدئ سوق صرف سعر يعني المشاهدين معودين على صراحتنا وخاصة مع حضرتي ومعودين أن نحكي كلام علم وموضوع يعني اليوم التدابير مفيدة بعض الشيء ولكنها تعالج عوارض المرض ولا تعالج المرض الأساسي المرض الأساسي هو مش بتصرفات اللي عم تحصل وقمع المرض الأساسي هو في مكان آخر ومع أشخاص آخرين هذا ما تقوم به الحكومة وأنما بالتوازي لا بأس لا بأس تقوم هذه الحكومة بس اليوم اليوم هذه العوارض يعني وجع الراصم حبتان أسبرين وهو بيكون ناتج عن مرض عضال ما بيعمل شيء ما بيشفي بيقتل لن يؤثر على موضوع سعر سعر الليرة بالأسواق برأيك لا أنا بقوله بكل طرح لن يهدئ الأسواق لماذا؟ لأنه رفع سعر الدولار تجاه الليرة وخفض الليرة هو وكأنه سياسة مرسومة متبنات في الخطة الاقتصادية للحكومة وكل صراحة يعني الحكومة وقتاً تنطلق من 3500 ليرة للدولار وهلأ الدولار وبتقول أنه بالـ 2024 بنا نعمله 4197 هي عم بتقول للناس أنه الدولار بده يصور هالآد وهلأ حالياً الدولار هالآد ما بيكون أنه والله اللي عم يحصل بالسوق هو اللي وصل الدولار لهون اللي وصله هو الإفلاس، الإنهيار، تعثر الخزينة اللي عم يحصل بالسوق هو استغلال لهذا الواقع المأسوم بس أنت بدك تقضي بدك تقضي على المشكلة الأساس لوصل لهذا الاستغلال هلأ واحد شاطر، واحد منه شاطر، واحد بس مش هو اللي بيرفع الدولار يعني أنت بتعرفي أنه أول خطة اللي عملتها لازار واللي بحثات الحكومة قبل بجمعة شو قالوا؟ قالوا بننطلق من دولار 2500 لنوصل 2024 ل3000 وإذا بعد عشر تيام تجي الخطة بتقول بننطلق أنه 3500 للدولار لنوصل لل4217 هذا كلام مكتوب في الخطة نعم فبالمعنى ذلك أنه أنا كحكومة عم حدد السقف وعم قال للناس لعبوا تحت هلأ مين شاطر، مين منه شاطر، مين بيستفيد، مين بيستفيد هذا وضع آخر المشكلة الأساس بس إذا نضل على أربع أسعار وأكتر أسعر الصرف بالرغم من هذه الإجراءات التي تدخلها أكتر، وأنا برأيي هذا هو المقتل الأساسي ما في شي دولة بالعالم بيكون فيها أسعار لعملتها متفوتة ومختلفة ومتعددة ومزدوجة في سعر واحد بيحدده قيمة العمل الوطني لأي بلد تتحدد على أساس قوة اقتصاده وثقته بالحكوم ما في عرض طلب باللبنان نحن عنا هون وين العرض والطلب؟ بيجوا بيتفلس فوق أنه في عرض طلب إذا عرضوا طلب فإذا نتركهم ليش عم بطلق تصرفي؟ شيء؟ وإذا ما في عرض وطلب معناته فيه تدابير وين العرض والطلب؟ وقت الحاكم بحدد 1600 بالأول بعدين 2000، بعدين 1600، بعدين 3200، بعدين 3600 يعني كيف فلت سعر سعر الميرة برأيك؟ وقعد حددتك يوصل للعشر تلاف؟ أنا ما قلت هذه الكلام أنا ما في شيء بيمنع أنه يوصل أنا عندكم هون وقعد من شيء تلتشهر أنه يوصل لتلت تلاف صحيح وصل وتجاوز وانا بثراحة في جهة بتقع هلأ يوصل للعشر تلاف؟ هلأ حسب الخطة الحكومية وحسب الأرقام بتأشر الأرقام الخطة أنه هني بدين يوصلوا للخمس تلاف وأنا بقلهم هذي خطتك المعمولة على أساس خمس تلاف لأنه توقعات المرسومة لحجم الناتج المحلي القومي أنه يوصل لتلتة وتلتين مليار دولار بالالفين واربعة وعشرين على أساس أربعة تلاف وتلتمائد ليرا للدولار وعلى أساس السيناريو التاني أنه يكون الدين العام يساوي تلتة وتمانين بالمئة من الناتج المحلي يعني سبعة وعشرين مليار فاصل ستة فإذا منحنا منيجي منحسب حساب بسيط منشوف أنه نحنا هلأ الدين العام بالليرا اللبنانية كله سواهو حوالى مية وتمانة وتلتين ألف ومية وخمسين مليار إذا منقسمه على خمسة ألاف بيطلع سبعة وعشرين مليار فاصل ستة إذن ما بدأ كلها الأدة فلسفية بدأ تحليل بالأرقام إذن الحكومة تؤشر الخطة تؤشر إلى أنه سعر صرف الدولار سيصل إلى خمسة ألاف ماذا أيضا لو لم تتمكن الحكومة من الالتزام الله أعلم سعر من الالتزام ببنود الخطة والسير يعني بخطوة خطوة وصولا إلى العام الفين واربع وعشرين هذا يعني أن الأمور ساعتها يمكن أن تفلط يمكن أن تفلط كليا من يد الحكومة والمشكل هون اليوم نحن لازم نشتري الوقت اليوم الوقت مش بإيدنا ومش بصالحنا ونحن من عندكم من هون كم مرة نبهنا أنه البلد رايح على الإفلاس والبلد رايح على الانهيار ما أخذوا أي تدابير وأقولوا هذي أنه ساعة نحن ضد الحكومة ساعة ضد السلطة وأنا الله يشهد أنا كل ضد الحكومات كلا فبالتالي لا نحن عم نجي نقول كل يوم يمر بدون أخذ القرار الحاسم سيزيد الأعباء والخسائر فلندخل من هذا الكلام الذي تتفضل فيه إلى تفاصيل الخطة الاقتصادية المقدمة على أساسها تقدم لبنان بطلب مساعدة صندوق النقد الدولي ما هي ملاحظاتك الأساسية أولا فلنبدأ بالإيجابيات ولا ما عندك إيجابيات لا بلا أنا تعرفين فلنبدأ بالإيجابيات قبل أن نصوق على السلبيات أنا بحكي وبكل صراحة عندما الرئيس حسان دياب انتقد بشدة حاكم مصر في لبنان أنا أيته وقلت يوم فرح ولكن هلأ أتراجعت لأنه مكفة الحكومة التدابير اللي يجب أن تتخذها بالتفصيل كمان ليش وليش ما عندنا سمعنا شيء أيضا أيوة بهذا الخصوص من الحكومة هل جرت تسويق أو ما جرت تسويق بنا نشوفها أول شي خلينا نحكي على الإيجابيات بالإيجابيات لأول مرة تطلع السلطة سياسية وفيها مكونات بهذه الحكومة هي مسؤولة عن الحالة اللي وصلنا إلى البلد من 93 إلى هلأ حتى نكون صريحين بس بالرغم كل جوان هذه الخطة تعترف لأول مرة بالإفلاس أصلا عندها خيار آخر غير الأقرار والاعتراف ما هو ذلك ما كان عندنا خيار وما اعترف ما خلينا نقول أنه ماشي هني ما عندنا خيار بس اعترفوا أول شيء بالخطة بالإفلاس اعترفوا بحجم الخسائر اللي حقا بالبلد الثلاثة حددوا بعض الأسباب لهذا الإفلاس ولهذا الانهيار ومنها الدين العام وفوائد المرتفعة التي دفعت والأموال التي نهبت والأموال التي هربت إلى خارج الأراضي اللبنانية فإذن المشكلة بالاعتراف ما نسجل لهم أنه اعترف وكونوا جارئين غيرا ما اعترف هذه بداية جيدة عندما نقرب المشكلة نتمكن الحالة نجي على السلبيات عظيم طالما الخطة اعترفت وبشكل موضوعي قريب إلى الموضوعي وقريب إلى العلمية وحددت الخسائر السلبيات هو وين أول سلبيه هو التناقض في الأرقام يعني باللغة الإنجليزية الرقم الخسائر هو 200 وواحدة حدثك خبير بهذا الأمر على طول بتكون أنا نأبخوا براء المحاجر على طول بالمقابلات تكشف يعني أمور يمكن الإنسان العادي ما بينتبه الله وإنما نعم شوف وين التلاعب بالتحديد يمكن خطأ مادة نعم بس وضح لنا يعني وين يعني وقت بطول الخطة أن الخسائر 241 تريليون دولار يعني 241 ألف مليار بالليلة اللبنانية ومقسمتهم على المصرف المركزي وعلى المصارف التجارية وعلى الدين العام فبالتالي هن 241 مليار هذا بين اللغة بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية هاي واحدة اه الفرق هو بين اللي نبالترجم بالترجم وليس أنه بين الواقع والأرقام التي قدمتنا رح نجي عليها اتنين اتنين الفرق الأساس أنه بشركة لازارد وقتا قدمت الخطة للحكومة باللغة الإنجليزية كمان قالت أنه الخسائر 85 مليار دولار صح 55 مليار المصرف المركزي و28 مليار المصارف التجارية وإذ بهاي الخطة جديدة اللي تبنتها الحكومة بال30 نيسان صار الرقم 159 مليار دولار هذه كانت مسودة يلي خلق يعني بين المسودة يعني أنا وقت بكتب شي تقرير أو بكتب كذا بين المسودة بنقح باللغة أو بضيف شي بس مش هذا التناقض كبير والمليارات المليارات يعني كم مليار هون تقريبا يعني عم نحكي بين المية وتسعة وخمسين وال 83 يعني عم نحكي عن ستة وسبعين مليار دولار يعني عم نحكي عن خمسين بالمية الفرق فهذا ما نهو أمر مستحسن وهذا بدل على أنه نحن لغاية تاريخه ما ندرسين الأرقام كما يجب بالرغم من أنه كلفنا شركات ودفعنا إلى مصاري وهيذي الشركات يا عم تنقل غلط يا عم يعتوها المعلومات غلط يا هي بعد ما حددت الخسائر بطريقة علمية ورؤية خلينا هون نحدد ما هو المصدر الذي يفترض أن يحدد هذا الرقم بالتحديد هني عم يأخذوا معلومات من السلطات اللبنانية من مصرف المركز بس بلبنان نه هذا يعني بلبنان المصرف المركزي ووزارة المالية من مصدرين من أين يأخذ من مصدرين مصدر مصرف لبنان وبيانات المالية ووزارة المالية ووزارة المالية هو هني المرجعين الأساسيين اللي هني بيطلع الأرقام واللي نحن أساسا نعتمد على هذه الأرقام اللي بيذيعوها على مواقعهم وعلى الوايب سايد نعم بس هالجهتين بنسقوا كانوا مع بعضهم طوال السنوات الماضية لحتى تكون الأرقام بشك عم بيناسقوا بشك أنهم واقعية ومنسجمة ودقيقة هذا مصرف لبنان بيذيعا كل 15 يوم الميزانية من شان هيك لا من شان هيك ما اليوم عم بيطلبوه بكثير ما فيش رقم صحيح تدقيق الحسابات وما إلى ذلك ستنا مادام كاترين أنا كنت مدير محاسب العام وأنا ما وقعت على الحسابات وبعت على ديوان المحاسمة 2010 وقلت الفروقات ما في رقم صحيح في الدولة اللبنانية ما في رقم صحيح ما في محاسبة سليمة ما في محاسبة تقنية ما في بكل صراحة بس خلينا نحدد ليش يعني هون لأنه ليه لأنه هذا عمدا هذا أمر متعمد لإخفاء الحقاء في شيء متعمد وفي شيء إهمال بمرحلة معينة صار فيه إهمال وفوضى في فوضى بنينا كل شيء بنينا كل شيء على خطأ طب بلشنا بال93 هلما بنا نرجع الماضي بنا نحكي بالأهم نعم ولكن تنشوف ليش هالمكلام صحيح وتراكمت والأخطاء تراكمت وما كان في إدارة محاسبية كفوئة وقادرة على استلام الحسابات وعلى تدوينها بالوقت المحدد وما كان في رئابة عليها بكل صراحة واليوم أصبحت هذه المهمة مستحيلة برأيك يعني هلأ هي منا مستحيلة يعني مع تراكم الأرطام طوال السنوية الماضية صعبة منا مستحيلة هذا بتشوف أنت تحولت حسابات على دوان المحاسبة القدرة البشرية الموجودة عند دوان المحاسبة عندها كفاءة ولكنها قليلة عدم الدقة بالأرقام في هذه الخطة بالتحديد هل هو يعني شيء طبيعي نتيجة يعني عم تقول طوال سنوات ماضية عندنا ارتباك بهذا الأمر أم هو متعمد برأيك أيضا لإخفاء الحقار مشكل أنا ما بدي اتهم حدا بس مشكل أنا عم تعطيني رقمين فيهم فرق دوبل يعني ساعتها كيف بدي ابني الأرار هو الأساس في اتخاذ القرار المالي والاقتصادي هو الأساس منا مزح القصة مش مزح أنه أنا عم بعمل يعني فلسفي أو أنا عم بعمل أدب أو أنا عم بعمل شعر يجوز للشعر مالا يجوز لخيري هونيك في خيال وإبداع وصور ومع احترام لكل بس هم في رقم واحد قراره سيكون خاطئا وآثاره خاطئا من شان هيك نحن لا بنا نجي نحن 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 كخبرة نحن نتعاون مع الحكومة ونتعاون للوصول إلى رقم صحيح بس هني بالحكومة لغاية تاريخ هي عم يرحوا يعتمدوا على خبرات أجنبية بشكل أنه تكون عندها هذه المعرفة والقدرة على معرفة القوانين اللبنانية ومصاراتها يعني أنا عدم الدقة بالأرقام في هذه الخطة متعمد لإخفاء حقائق أم لأسو لم يتم الانتكاز إلى المصارد من شان هيك أنا وقت نقول الأرقام خاطئة هم بشوف المعالجة خاطئة بشوف أنه المعالجة خاطئة يعني اليوم أنا إذا نجي ندخل بغض النظر عن الأرقام ندخل بمرتكزات الخطة نحن حكينا الإيجابية نجي على السلبيات شو مرتكزات الخطة هاي الخطة على شو ما اعتمد فيه يعني نحن وقت منوضع خطة بنحط مرتكز لا أساس افتراض ومننطلق من هذا المرتكز لنحدد الخطوات التفصيلية شو مرتكزات هذه الخطة أول شي أول هذه المرتكزات أنه هي اعترفت بالخصائر أوكي الثاني المرتكزات هي اعتمدت على كما اعتمدت الحكومات السابقة وهون لا فرق بين هذه الحكومة وبين الحكومات السابقة في المرتكزات التي انطلقت منها منطلقين من الاعتماد على صندوق النقد الدولي وعلى التمويل الخارج يعني معتمدين على العونة الخارجية اشتركوا في القناة